أروح لدكتور خالد حيقول بقى إحنا اتنين يعني إيه يعني سيدات مش هنديله فرصة دكتور خالد يعني برضو كلمني عن دلوقتي أهلنا وشبابنا من زاوي الهمم لما بيحس إن الدولة بقت مأمنا له زي ما حضرتك قلت برايل والأجهزة وأنا أكيد ناس هتساعده كمان جوه اللجان إحساسه إيه حاسس إنه هو كمان مواطن دوره مهم صوته مهم ولا بيقول لا خلاص بقى الظروفي مش هتنفع كلمني عن يعني التفاعل بتاعهم أعمل إزاي بالعكس لا يعني هو دايما بيفكر إنه طالما أنا هو كان اللي بيمنعه إنه هو مش هيلائي هذه التيسرات كان الأول يقول لك لأ ثم أنا حروح إزاي طب أنا لو روحت مش هعرف أوصل لللجنة أو للمقارة الانتخابي بتاعي طب هل في مثلا طريقة غير طريقة إنه مثلا يستحبني حد معين أو لازم يستنى حد عشان أني ياخدني لللجنة لا النهاردة هو مجرد ما حيروح لجنة حيلاقي كل شيء ميسر له حيلاقي إنه هو ممكن يدلي بصوته بنفسه أو يستعين مثلا برئيس اللجنة لو أمزه الأعقل بصرية ده تبقى للقانون برضو الدولة مش بس في فجرة المشاركة السياسية والحق فيه لانتخاب أو التصويت بزلت جهود كبيرة جدا من خلال حيئة لطريق الانتخابات لا في مجالات أخرى معنى النهاردة ببص للموضوع بشكل إجبالي يعني المجلس عامل حاملة اسمها صوتك حقك دي بتحس الأشخاص ذوي العاق على الإدلاق بأصواتهم أيضا عندنا غرفة عمليات هتكون موجودة طوال أيام الإدلاق بالعملية الانتخابية لحد والاثنين والثلاث من تسعة صباحا لتسعة مساء ممكن الاتصال بالمجلس على الرقم الخط الساخن بتاعه 16-7-36 وبرده نكتبه على الشاشة 16-7-36 فده في حالة لو أي شخص من الأشخاص 16-7-36 بالضبط كده لو قبل أي مشكلة أثناء عملية التصويت يتصل بالمجلس والمجلس إن شاء الله فيه بروتوكول تعاون مشترك أشارت لي في البداية ما بين المجلس ووزارة التضامن والهيئة الوطنية للانتخابات فيه أيضا تشريعات النهاردة بتحمي حقه تحمي حقه في أنه هو ياخد كل الخدمات من الدولة بنص قانون النهاردة بيقدر يحصل على معاشين أو يجمع بين معاشين أو بين معاش ومرتبه وياخد 5% في وحدات الإسكال الاجتماعي يقدر يجيب سيارة معفية من الجمالك وضربة القيمة المضافة لو استورد جهاز تعويدي لاستخدامه الشخصي معفية من الضربة الجمهوركية 50% تخفيض في جميع وسائل المواصلات الوضع تغير عن الضابق بالضبط عندي منظومة تشريعية فالمنظومة تشريعية دي معمولة لمين؟ معمولة لك أنت طب هل أنت بقى في الحالة دي يبقى المقابل أنت تبخل على أنت تدلب صوتك؟ أعتقد لا فصوتك حقك بالضبط صوتك حقك وحق بلدك وحق بلدك عليك حق بلدك عليك